في خضم أزمة روسيا وأوكرانيا برز سؤال مهم ما هو موقف الصين مما يجري؟ بكين إلى الآن اختارت أن تمسك العصى من المنتصف فحليفة موسكو الوثيقة اتخذت موقفاً قد يكون أقرب إلى الوسطية ويراعي تحالفاتها ومصالحها في الوقت ذاته فرغم البيان الصيني الروسي الذي صدر في الرابع من فبراير عقب زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لبيكين وشدد على رفض توسع هلف شمال الأطلسي أكد وزير الخارجية الصيني قبل أيام ضرورة احترام وحدة أراضي الدول وسيادتها بما في ذلك أوكرانيا مع وجوب التعامل في الوقت ذاته بشكل مناسب مع ما خاو في موسكو وهو النهج نفسه الذي اتبعته الصين خلال عملية ضم روسيا للقرم عام 2014 مشهد يطرح تساؤلات عديدة حول القراءة الصينية للحرب في أوكرانيا فمن ناحية يبلغ حجم تبادل بيكين التجاري مع موسكو 140 مليار دولار إضافة للعلاقة الوثيقة مع روسيا في مجالات الطاقة والتسليح والمواقف السياسية المشتركة المتمثلة في التصدي للهيمنة الأمريكية ومن ناحية أخرى تعد الصين الشريكة التجارية الأولى لأوكرانيا وترغب بحسب مسؤوليها في الحفاظ على علاقات جيدة مع كييف في الوقت ذاته يرى محللون أن أي دعم صيني صريح للعملية العسكرية الروسية قد يهدد مصالحها التجارية الضخمة مع أوروبا وهو ما لا يريده المارد الصيني في الوقت الحالي هما بين التحالف والمصالح يرسم موقف الصين من الأزمة ملامح نظام دولي جديد قد يتشكل في العالم فإما تحالف صيني روسي يقف أمام الغرب بكل شرسة وإما حفاظ بكين على علاقات اقتصادية قيمة مع أوروبا والولايات المتحدة على حساب روسيا